اشتركوا في القناة الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادنا الله جميعا من الضلالة ومن النار أمين أباد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله إذن رأينا في المجلس السابق ونحن نتحدث عن تفوق أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في تحمل الحديث وأدائه وروايته تفوقه في ذلك عن سائر الصحابة ذكرنا الأسباب كدراسة تحليلية والعلمية لهذا التفوق لأن السؤال كان يقول كيف تمكن أبو هريرة من ذلك وإسلامه جاء متأخرا هو أسلم في السنة السابعة للهجرة الذين أسلموا قبله بمراحل كأبي بكر وعمر لم يروا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكم الهائل من الأحاديث التي رواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فهذا السؤال الذي كان مطروحا وأجبنا على ذلك بذكر الأسباب دراسة علمية هكذا كما قال أهل العلم فإن أبا هريرة كان مواضبا للنبي صلى الله عليه وسلم مواضبة ولزوما كاملا صح ضف إلى هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كانت عنده رغبة شديدة رغبة شديدة في تحصيل العلم أيضا من هذه العوامل بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له فقال اللهم ارزقه علما لا ينساه فكان كذلك كان أبو هريرة إذا سمع الحديث هكذا وقرأ عليه الحديث فإنه يترسخ ويرتكز في نفسه لا ينساه أبدا هذا عامل قوي ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ضف إلى هذا من هذه العوامل والأسباب التي رأينا أن أبو هريرة أدرك كبار الصحابة ممن سبقه إلى الإسلام فأخذ منهم الأحاديث فاجتمع له بذلك هذا الكم أو الرصيد الهائل أيضا كما رأينا من هذه العوامل والأسباب التي جعلت أبو هريرة يرتقي إلى القمة وإلى هذا الكمال في رواة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عاش حوالي 47 سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة 11 للهجرة أبو هريرة توفي سنة 58 للهجرة يعني زاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة طول عمره ساعده على ماذا على نشر الحديث وبثه بعيدا عن المشاغل والفتن والمناصب رضي الله تبارك وتعالى عنه والآن بحول الله تعالى سوف أذكر لكم الأدلة التي تؤصل لما سبق طيب أبو هريرة يقول في الحديث الصحيح يقولون أكثر أبو هريرة يعني من رواية الحديث والله الموعد ويقولون ما للمهاجرين وللأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه ثم يعتدر عنهم فيقول وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم القيام على أموالهم يقول وكنت رجلا مرأا مسكينا ألزموا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأحضروا حين يغيبون وأعي حين ينسون قال وحضرت مجلسا من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم فقال لن يبسط أحد منكم رداءه حتى أقضي مقالة هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى شيئا من مقالتي أبدا قال فبصدت يقول أبو هريرة فبصدت نمرا ليس علي ثوب غيرها حتى قضى مقالته ثم جمعتها إلى صدري قال أبو هريرة فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا من مقالته إلى يوم هذا فهنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يبين لنا ويجيب على هذا السؤال لماذا كان متفوقا على كثير على كل صحابة في رواية الحديث وفي تحمله مع تأخر إسلامه وسبق إسلام أولئك فماذا يقول أبو هريرة قال يقولون كثر الكلام بأن أبا هريرة يكتر الحديث يكتر الأحاديث أكثر علينا قال والله الموعد معنى والله الموعد يعني موعدنا عند الله فكيف أجوز لنفسي كأنه يقول هذا يبين لهم السبب كيف أجوز لنفسي أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أقول ما لم يقوله وسنلتقي عند الله عز وجل والله الموعد وهو الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ بمقعده من النار فهو يقول بهذا كيف أكذب على النبي صلى الله وسلم أكثر عليه من الحديث الحديث لم يقولها وأنا سألقى الله عز وجل فما أعد لذلك اليوم والله الموعد أيضا والله الموعد لمن أساء بي الظن ويقول إن أبا هريرة يكذب أو يقول أبو هريرة أحدث بأحاديث لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا الكلام والله الموعد ثم يقول ويقولون مالي للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه ثم إنه رضي الله تعالى عنه يذكر الأعذار لهؤلاء لماذا لم يحدثوا مثل أحاديثه في العدد والكم الهائل قال رضي الله تعالى عنه وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق يعني المهاجرين كانوا أصحاب تجارة وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم القيام على أموالهم كانوا أصحاب زروع وزراعة ونخيل فإن المهاجرين كانوا أصحاب تجارة فالمهاجرون أصلهم من مكة ومكة ليست أرض صالحة للزراعة فهي عند عواد غير ديزرع ولهذا كانت مكة محطة للتجارة فإن مكة تقام فيها مواسيم التجارة الأسبوعية والسنوية فكان أهل مكة أصحاب تجارة لا يحسنون الزراعة ولهذا قال أبو هريرة وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وسنواصل الحديث في هذه المسائل فيما يأتي بحول الله تبارك وتعالى فأقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إن ربي غفور رحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم اشتركوا في القناة